الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد جراء بالتهجي للآياتين من سورة البكرة آية 29 وآية 210 إن شاء الله بسم الله الرحمن الرحيم فأفتحة فان همزة كسرأي فإي نون سكون مع الإخفاء فإن زي فتحة زى فإن زى فإن زى طبعا تذكير بحكم الإخفاء لما يكون النون الساكنة أو التنوين ويأتي بعد التنوين أو النون الساكنة حرف من حرف الإخفاء المجموعة في أوائل كلم البيت في أوائل كلم البيت صف زى ثنى صف زى ثنى كم جاد شخص قاد سماء ضم طيبا زد في تقن ضع ظالمة يبقى ده حكم الإخفاء نون ساكنة أو تنوين بعضهم حرف من حرف الإخفاء ودايما بنلاقي النون في حالة الإخفاء بيجي معلاش حاجة زي النون دي كده يبقى فإن زى فإن زى لم فتح لا زى لا لم سكون مع الإظهار المطلق زى لا تأضمتو تأضمتو زاللتو ميم سكون مع الإضغام في الميم يبقى إضغام مثلين صغير ميم في ميم إضغام مثلين صغير طبعا أعدين أحكام الميم ستبقى ثلاث أحكام في القرآن الإضغام والإخفاء والإيه والإظهار لما يكون بعدها حرف باء يبقى حكم إخفاء بعدها حرف ميم يبقى اسمه إضغام مثلين صغير أي حرف بعد كده يبقى حكم إيه الإظهار الشفوي الإظهار الشفوي يبقى هنقول ايه زلال تم مي زلال تم مي ودايما نلاقي بعد الميم بتيجي الميم مشددة كده بالشكل ده يبقى ميم شدة كسرة زلال تم مي نون سكون مع الاقلاب ودايما في حكم الاقلاب بيجي بعد النون السكنة او التنوين حرف باق الاقلاب له حرف واحد بس والثالث الاقلاب عند الباقي ميما بغنات مع الاخفاء وبنلاقي النون حبيبي عليها ميم صغيرة كده فوق الحرف ننتبه ان شاء الله يبقى بقى فتحة با يبقى ميم با عين سكون بعد ده الكسرة دي بعد ميم فتحة مام همزة الف سكون مد طبيعي جين فتحة ج الف مد واجب متصل جا همزة فتحة جا سكون مع الهمس جاءت ما تقولش بقى الهمس تخليه اشبه بالقلقل يعني ما تقولش جاءت كده لا هذا همس يسمعه القريب دون البعيد يبقى جاءت كيف ضمكو جاءتكو ميم ضممو جاءتكو فتحة با البا شدة كسرة البين نون فتحة البين آلف صغير مد طبيعي البين تا ضمطو البين فان زللتم من بعد ما جاءتكم البين فا فتحة فا همزة وصل لوسط الكلام لطنتك آآ عين سكون فع لان فتحة لا فع لا ميم ضممو فع لمو و ومد جائز منفصل فع لمو نمدو اربع حركات من طريق الشاطبي آآ آلف صفر مستدير حرف علا زائد وسط الكلام لا ينتك وصلا ولا وقفا همزة فتحة آ فع لمو آ نون شدة فتحة مع الغنة وغنة ميمة ثم نون شددة وسمي كل حرف غنة انباد ان اسم الجلالة لا يتهجى تأدبا ان الله عين فتحة عين زي كسرة زي عزي يأسكم مضة طبيعي عزي زي ضمتين زن ازهار حلقي لان بعدها حرف حاء والحاء من حرف الازهار الحلقي المجموعة في البيت همزن فهاء ثم عينن حاء ومهما لتان ثم غينن خاء يبقى عزيزن حاء يبقى ان الله الله عزيزن ها فتحة حيا كيف قسركي حاكي يأسكم مضة طبيعي حاكي ميم ضمتين من حاكي من تاب لو احنا هنوصل حاكي من بأهال اللي بعدها في الكلمة التانية في اول الاية التانية يبقى ده اسمه حكم ايه اظهار ايه اظهار حلقي لكن احنا نقف عليها هنقول مد عارض للسكون يبقى عزيزن حاكيم اقرأ الاية تانية مرة تانية فان زللتم من بعد ما جاءتكم البينات فاعلموا فاعلموا ان الله عزيزن حكيم ها فتحة ها لا مسكون هل يا فتحة يا نون سكون مع الاخفاء الحقيقي لان النون بعدها حرف الضاء لسه ايلين الحكم ده من شوية في كلمة ايه فان زللتم تمام تبقى الضاء ضمضو ينظو بس نخلي بالنا هنا غنة الاخفاء هنا هنفخمها ولا هنرقاقها هنفخمها السبب ايه عشان بعد الاخفاء حرف مفخم وحرف الضاء يبقى ينظو راء ضمارو ينظرو وسكون مادة طبيعي ينظرو نون فتحة نا ينظرونا هل ينظرونا همزة كسراء ايه لا مش هده فتحة الا الف مدوى جائز منفصل دايما المد الجائز منفصل بيكون المد في كلمة والهمزة في الكلمة التانية خلي بالك عشان بسألك كتير في الموضوعات يبقى الى نمد اربع حركات همزة فتحة اه نون سكون مع الاضغام في الياء المفتوحة اضغام ايه اضغام بغنة لان الياء من حروف كلمة ينمو وقلنا قبل كده لما يجي حروف كلمة ينمو بعد النون الساكنة او بعد التانوين يبدأ اسمه اضغام بغنة اضغام بغنة يعني نقول ايه هنقرأ ازاي اي 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 همزة فتحة ا اي اي همزة سكون عفوا همزة سكون ي تا كسرتي ي تي ي سكون مضي طبيعي ي سكون مضي طبيعي صح ولا ياء مفتوحة وارد على كده ياء مفتوح تمام تمام يبقى ياء تي هاء ضمه ياء تي ياء ميم ضمم ياء تي ياء مو اسم الجلالة ليتهجة تأدبا لكن هنفخم اللام هنا عشان اللام جاءت بعد ضم وقلنا قبل كده اسم الجلال لما يجي بعد ضم او فتح بتبقى اللام مغلظة يعني مفخمة ولو جاء بعد كسر يبقى ايه نقول اللا تبقى اللام مرقق طب هنا جاءت بعد ايه بعد ضم يبقى نقول ايه يأتي 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 هم الله ف كسرة فيه يأسكم مضي طبيعي في ضم ضو لام فتح لام كسرتين مع الإضغام في الميم المشددة مع الكسرة لان الميم من حروف كلمة ايه رد علي من حروف كلمة ايه ها ينمو ينمو اضغام بغنة اضغام بغنة لسه ايلها من شوي ركز معي قلنا لما يجي بعد التنوين او نون سكن حرف مكر الحروف كلمة ينمو يبقى ده اسمه اضغام بغنة يبقى ظل لام نون فتح نا مين همزة وصل وصلة الكلام اللا تنتق ويبدأ بها بالفتح لام سكون كامرية ودايما اللام الكامرية اللا تنتق عليها علامة السكون مين الغين فتح غا مين الغ غا غا وانفخ من الغين لانها من حروف خصة ضغط الغين ما نقولش الغا ما نقولش الغما لأ الغا الغا وليس الغا مين الغا مين فتح ما مين الغما آ الف سكون مدر طبيعي مين الغما مين كسر مين مين الغمام وفتح و همزة وصل الكلام اللا تنتق ويبدأ باب الفتح لم سكون كامرية وال مين فتح ما وال ما لم فتح لا وال ملا آ الف مد واجب متصل لأن الحرف المد والهمزة الاتنين في كلمة واحد والملاء همزة قصرة ايه والملاء كاف فتح فتح كاف والملائكة تا ضمت والملائكة وفتح ويا قاف ضمك وقو ضاد كسر وقوض يا فتح يا وقوض يا وقوض يا نخلي بالنا القاف والضاد من الحروف المفخمة وقوض يا وقوض يا وعتن تا القاف كاف وقوض يا وقوض يا همزة وصل الوسطة الكلام اللي تنتق ويبدأ باب الفاتح لمسكن كمرية ال وقوض يا همزة فتح ا وقوض يا ميم سكون مع اظهار الشفوي لان بعدها ايه بعدها حرف راء اظهار شفوي وقوض يا ال ام راء دمر مع تفخيم وقوض يا ال امر نكف عليه بالسكون العارض مع تفخيم الراء كذلك يبقى نقول وقوض يا ال امر وقوض يا ال امر هكذا وفتح و همزة كسرة ا و ا لم فتح لا و ال هنا ا هنا اللي ديت فيها تنقلب فيها مادة طبيعية لكن طبعا يحذف المادة في حالة الوصل بسبب انه جاء بعدها همزة وصل و ال لو هنقف عليه و والى على الالف اللينة دي والى طيب اسم الجلالة لأوتاج تأدبا والى الله والى الله نلاحظ هنا لغين المادة ده خالص المادة ده اكن ومش موجود عندين كأن اللام بعدها اسم الجلال بسبب التقاء الساكن وبعده ساكن والى الله تأضمطو رأس كون مع تفخيم ترج جيم فتح جاء ترجع همزة وصل لوسط الكريم ينطق ويبدأ باب الفتح لهم سكون كامرية ال همزة ضم ا م م ضم م ال ا و سكون مادة طبيعي ال ا 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 مادة عارض للسكون عشان قبلها حرف مد امتى نقول مادة عارض للسكون لما نلاقي الحرف اللي احنا نقف عليه قبله حرف من حرف المد واو او ا يبقى سكون مادة عارض للسكون يمد اتنين واربعة وست يبقى هنقرأ ازاي وإلى الله ترجع الامور هقرأ الآن مرة اخرى هل ينظرون الا ان يأتيهم الله في ظلل من الغمام ما تقولش الغمام ها ولا تقول الغمام غلط انما الصح ايه الغ مام في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الامر وإلى الله ترجع الامور التفسير الاجمالي للايتين يعني الله تبارك وتعالى يقول فان زللتم من بعد ما جاءتكم البيانات فاعلموا ان الله عزيزي الحكيم المعنى فان انحرفتم عن طريق الحق الآن دي طبعا بعد الآية اللي قبلها مكملة لها الله تبارك وتعالى امر بالدخول في السلم كافة يعني في أمور الإسلام كافة الإنسان ما يفرقش ما بين الشيء في الدين ما ياخدش حاجة ويسيب حاجة لا ياخد الدين ان شاء الله كامل كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم وحذر الله تبارك وتعالى من اتباع خطوات الشيطان عشان الشيطان ده عدوه مبين عدوه ظاهر ظاهر لن يبقى نخاف اننا يعني نسير على طريق الشيطان نحذر من هذا الطريق ففي الآيديات فإن زللتم زللتم يعني يعني انحرفتم يعني فإن انحرفتم عن طريق الحق له طريق الإسلام من بعد ما جاءتكم الحجج الواضح يعني القرآن وسنة النبي عليه الصلاة والسلام فعلموا أن الله عزيز الحكيم يعني عزيز في ملكه لا يفوت شيء حكيم في أمر ونهي سبحانه وتعالى يضعوا كل شيء في موضع المناسب لسبحانه وتعالى هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقودية الأمر وإلى الله ترجع الأمور يعني ما ينتظر هؤلاء المعاندون الكافرون بعد قيام الأدلة البينة إلا أن يأتيهم الله عز وجل على الوجه اللائك بيه سبحانه وتعالى كما يلك بجلاله من غير تشبيه ولا تحريف ولا تمثيل في ظلل من الغمام يعني من السحاب يوم القيام ليفصل بينهم بالقضاء العادل سبحانه وتعالى وأن تأتي الملائكة وحينئذ يقضي الله تبارك وتعالى فيهم قضاءه وإليه وحده ترجع أمور الخلائك جميعها سبحانه جل وعلا نسأل الله عز وجل أن يسلمنا في هذا اليوم العظيم وفي هذا الحد الكفاية ونسأل الله تبارك وتعالى الهدعية ترجمة نانسي قنقر